اهلا بكم في مشوة استدامة يسعى الهدف الرابع عشر من اهداف التنمية المستدامة 2030 لحفظ المحيطات والبحار والموارد البحرية واستخدامها على نحو المستدام لذا سعت مملكة البحرين الى العمل على تحقيق هذه الاهداف حيث اطلقت العديد من القرارات المهمة بهدف الحفاظ على ثروتها السمكية باعتبارها ثروة وطنية يجب المحافظة عليها للاجيال القادمة تعتبر مملكة البحرين من الدول التي تمتلك ثروة بحرية غنية ومتنوعة ونظرا لأهميتها كثروة اقتصادية وبيئية واجتماعية تولي المملكة اهتماما خاصا بحماية ثروتها السمكية وفي سياق الاهتمام جاءت القرارات والاجراءات التي اتخذتها المملكة للحفاظ على هذه الثروة مثل تحديد فترات معينة للصيد وتحديد انواع وطرق الصيد المسموح بها وذلك من اجل ضمان نمو الثروة السمكية خلال فترة التكاثر مما يحقق في النتيجة استدامة للثروة السمكية في المياه الاقليمية ويعد قطاع الثروة السمكية احد الركائز الاساسية للتنمية الاقتصادية والامن الغذائي لذلك اتى انشاء المحميات البحرية لحماية المواطن الطبيعية للأسماك وتحقيق التوازن البيئي كما شجعت مملكة البحرين مشاريع الاستزراع السمكي وفي المحصلة النهائية يعتبر حضر صيد بعض انواع الاحياء البحرية في مواسم التكاثر هادفا الى زيادة المخزون السمكي من خلال تنظيم عملية الصيد وتجنب استنزاف المصائد بما يحقق التوازن داخل الاحياء البحرية ولا يتحقق ذلك الا في اطار الشراكة والالتزام من قبل جميع العاملين في قطاع الصيد البحري اعلن منتدى الشرق الاوسط للاستدامة عن انضمام شركة بنفت كشريكا في المنتدى الذي ستنطلق نسخته الثالثة في شهر يناير 2025 بمملكة البحرين وقال الرئيس التنفيذي لشركة بنفت عبدالواحد الجناحي ان التعاون مع منتدى الشرق الاوسط للاستدامة يؤكد التزام الشركة تجاه التنمية المستدامة والتحول الرقمي ومن خلال دعم هذه المنصة المهمة فان الهدف هو تعزيز الوعي بالدور المهم الذي تلعبه الشركة لتعزيز الاستدامة المالية من خلال الحلول المبتكرة التي تقلل من التأثير البيئي وفي المملكة العربية السعودية تكللت تجارب زراعة الارز في منطقة نجران بالنجاح باستخدام الطرق الحديثة في الزراعة والري وذلك استمرارا لنجاحات سابقة في زراعة العديد من المحاصيل الزراعية الجديدة في المنطقة نظرا لما تتمتع به من قومات زراعية وتربة خصبة ومناخ معتدل ومياه عذبة تفاصيل اكثر في سياق التقرير التالي بفضل الله وتوفيقه اليوم نعرض نجاح تجربتنا في زراعة الارز بأصناف من العنبر والياسمين وبفضل الله تمكننا من الزراعة بطريقة الري الحديث استخدام ليات التنقيض والتيمرات بحيث نحن لا نغمر بالمياه ولا نستنزف يكون هذه الطريقة اقتصادية ونحمد الله ونشكرها عقدت الحبوب وصارت محملها بالسنابل وزراعة مبشرة بالخير لإكتفاء أو درجة من الاكتفاء الذاتي إن شاء الله في منتج استهلاكي من الدرجة الأول اللهم ملك الحمد للشكر إنجاز جديد إنجاز زراعي نجاح زراعة الارز في منطقة نجران عن طريق الشتلات وعن طريق الزراعة المباشرة كما تشاهدون الآن اللهم ملك الحمد للسنابل الأرز ناجحة كذلك عملية الريء استخدام ريء بالتنكيد وليس الغمر اللهم ملك الحمد إنجاز كبير وإن شاء الله نرى النتائج بعد أشهر قليلة والحصات وهذا مبشر خير بأن المنطقة غنية وتجود أغلب الأصناف وزراعتها في هذه المنطقة المباركة في كلمته أمام المفاوضين بمؤتمر الأمم المتحدة التاسع والعشرين لأطراف الاتفاقية كوب تسعة وعشرين الذي افتتح أعماله في العاصمة الأذربيجانية باكو دعا سايمون ستيل الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ إلى تحديد هدف جديد طموح للتمويل المناخي مشدداً على أن يعود ذلك بالنفع على جميع الدول مؤكداً أن من المفترض أن تسعى الدول إلى وضع هدف سنوي جديد لتمويل المناخ ليحل محل التعهد الذي تم تحديده عام 2009 وتنتهي صلاحيته في نهاية هذا العام داعياً إلى تطبيق إصلاحات قوية للنظام المالي العالمي لمعالجة التأثيرات المناخية بشكل فعال تعهدت كوريا الجنوبية بتقديم ثلاثة ملايين دولار أمريكي على مدى سنوات الثلاث المقبلة لدعم مبادرات تغير المناخ في دول آسيا الوسطى وسيستخدم الصندوق في تأسيس البنية التحتية وتعزيز مشاريع الطاقة ودعم الزراعة ومصايد الأسماك واستقرار سلسلة التوريد الإقليمية ومن المتوقع أن يساعد في تعزيز التواصل والشركات بين كوريا الجنوبية ودول آسيا الوسطى مع الأمل في أن تؤدي المساهمة إلى تنفيذ مشاريع مختلفة تهدف إلى مكافحة تغير المناخ تراجعت عمليات إزالة الغابات في منطقة الأمازون بالبرازيل من نسبة 30.6% في الاثني عشر شهرا حتى شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق وأظهرت بيانات أصدرتها وكالة أبحاث الفضاء البرازيلية أن نحو 6288 كم مربعا من غابات الأمازون دمرت فيما يعتبر العلماء حماية غابات الأمازون أمرا حيويا للحد من تغير المناخ بسبب الكمية الهائلة من ثاني أكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري التي تمتصها أشجارها